أهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة تريند 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 دايما بتسمع مننا الأخبار الجديدة والأخبار الحصرية لكن قبل ما ادخل في الأخبار الحصرية عايزة طمينكم طبعا على استعدادات الفريق لمباراة الترجي التونسي خاصة بعد الراحة السلبية اللي اخدها الفريق خلال الفترة الأخيرة عاقب العودة من الدوحة بعد الفوس بالسوبر الإفريقي أقيمة مباراة الدية ثم أجازة وراحة سلبية لفترة حوالي 6 أيام استعدادا بقى للمرحلة الجاية وكان مهم جدا الراحة دي عشان تبدأ ترجع بشكل جيد جدا للفترة اللي جاية في ظل ضغط ماتشاط ومش هتاخد أجازة الفترة الجاية لغاية ما تبدأ الموسم الجديد ان شاء الله بكرة الفريق هيستاني في تدريباته استعدادا لي مواجهة الترجي التونسي وبالطبع ده طبعا قرار من الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أفشا عايزة منكم بإذن الله إن شاء الله هيسافر مع الفريق إلى تونس ويكون في القائمة الأساسية اللي هتسافر استعدادا لهذه المباراة الكبيرة أفشا بنسبة كبيرة كل يوم الحمد للحالة بتتحسن وإن شاء الله هيكون مع البعثة اللي هتسافر إلى تونس يوم السلساء القادم قبل موعد المباراة بحوالي أربعة أيام ويكون في تدريبات يومية هناك استعدادا لي مواجهة الترجي التونسي طاهر محمد طاهر اليوميني اللي فاته كان خرج من معسكر المنتخب الأولمبي وتم استبعاده من المباراة الودية الأولى اللي هتقوم غدا ما بين مصر مع جنوب إفريقيا عمل أشعة على الكاحل والحمد للأشعة أثبتت تسلامة طاهر محمد طاهر وهيعود من جديد إلى تدريبات المنتخب الأولمبي عشان يستعد لمباراة الودية التانية اللي هتكون تحت قيادة الكابتن شوق غريب في ختام معسكر المنتخب الأولمبي اللي بيستعد لدورة توكيو الأولمبية محمد هاني يعني دكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية كان قال محمد هاني هيعود للتدريبات بعد أسبوعين يعني نتكلم محمد هاني طبعا بنسبة كبيرة خلاص هو خارج مباراة الزهاب أمام الترجي التونسي لكن لقاء العودة مش عارف بقى الوقت هيسمح الوقت هيكون مناسب أن يلحق ويكون جاهز فنيا وبدنيا للقاء مش عارفين عنشوف الفترة الجاية لكن مضة أسبوعين دي يعني هيرجع للتدريبات يوم 24 أو 25 يونيو ولقاء الإياب في ملعب الأهل والسلام يوم 26 يونيو الساعة 9 بتوقيت القاهرة لسه قدامنا وقت ولسه مع كذا برنامج تأهيل هيخده محمد هاني مع إجراء أكتر من أشعة الفترة الجاية هيتحدد الموقف النهائي للحاق محمد هاني بلقاء العودة لكن معنا أنه هيغيب أسبوعين إذن هو خارج مباراة الزهاب بنسبة كبيرة جدا بلقاء العودة